في الميزون فارم اللي كنستعملوا في ميكروسوفت ويرد ما كتقتصرش فقط على المحتوى اللي كيدهر عندنا في الصفحة بل حتى الصفحة في حد داتها يمكننا نشخصها على سبيل المثال حجم الصفحة اللي غنستعملوا توجيه والهوامش يعني أي حاجة يمكن لها تأثر على محتوى الصفحة يمكن لنا نقوم بتشخيصها وهذا الشي اللي غن تعرفوا عليه الآن باستعمال النص دينا لتخدو موتيفاسيون 3A اللي غتلقاها في الشاب يتخدوها في ميلف الموارد غنخدمو في مود باج اللي يمكن لكم تفعيلو لك انتو في شي مود دافيشاج آخر بالضغط على هاد الزر في لبعض داتها اولا نمشيو اللونجلي افيشاج ومن بعد هنا في ليسر نضغطو على باج كتلاحظوا بلي أيضا غنحتاجو لغاقل واللي هي عملية لابغينا نغيرو الفرما دي الصفحة فإلا ما كانتشو ظهر عندكم يمكن لكم تفعيلها بالضغط على اللونجلي افيشاج ونختارو غاقل من بعد غنمشيو اللونجلي ميزان باج فهاد اللونجلي يمكن لنا نقوم بإعداد كل ما كيتعلق بالصفحة من اللي مارج أوريونتاشون لاتاي إلى آخره نبدو الآن بلاتاي دي الصفحة فافترادين الفرما أكاد هي اللي عندنا وغالبا هدا هو المقاس المناسب للاختيار لكن يمكن لكم تختارو اللي نسبكم انطلاقا من هاد القائمة مثال لوفورما انفلوب أو لما كانش اختياركم دامن هاد القائمة فيمكن لكم دائما تضغطو على اوتر تاي كاتحل لنا نافذات الميزان باج فلانجلي يمكن لنا نضبطو صفحة دينا بالقياس اللي بغينا انطلاقا من هنا هنا يمكن لنا نختارو تطبيق تغييرات على كافة الناس او انطلاقا من الصفحة اللي فيها الكورسور دينا في حالة كنف نس طويل من بعد ما تنتاهيوا من هاد النافذة غنضغطو على اوكي الآن غنمرو لزوريونتاشون واللي وورد كيقدم لنا جوج انواع منها بورتخي أو بيزاج بالنسبة لاختيار بورتخي صفحة العرض ديالها اقل من طول وهد الاختيار كالقاه في الرسائل التجارية وفي العديد من انواع النصوص وهو الاقتراح الافتراضي ديال الورد اما بالنسبة لبيزاج فنادرا ما كيتم استعمال هاد الوريونتاشون واللي عرضها كبر من طولها الآن من بعد ما تعرفنا على الاتاي والزوريونتاشون اللي عدنا في الورد الآن غنمرو لليمارج فليمارج او الهوامش هم هاد المجال الفارغ اللي كيحيط بصفحة ديالكم هنه عدنا لامارج جوش لامارج سوبريور اي لامارج دروات وكذلك عدنا هنه في الاسفل كالقاو لامارج باس لامارج يمكن لنا نبدلوهم ياما انطلاقا من الربان او مباشرة من الغاغل هاد المناطق الرمادية اللي كتلاحدو في حدود الغاغل كيمتلو لنا لامارج اللي افترادين كيساويو جوش فاسي لخمسة سنتيمتر ايدان لابغينا نغيرو لي مارج ديالنا انطلاقا من لغاغل يكفي نقربو لاصوري من حدود المنطقة الرمادية والمنطقة البيضاء فاللحظة اللي كتاخد لاصوري شكل سهم موز دواج واللي كيدهار تحت اسم مارج سوبريور يمكن لنا نضغطو ونسحفو باتجاه الاعلى او الاسفل وبالتالي كنناخد القياس المناسب ايدان لاضغطت في نفس الوقت على زر ريلا صوري وتحركت باتجاه الاسفل او الاعلى فكيظهر لنا قياس لامارج بالسنتيمتر يمكن لنا نقيام بنفس الشي لامارج دواج فانطلاقا من هنا يمكن لنا نتحكمه في قياس هاد لامارج بالسحب على ليمن او على ليسر نفس الشيء كذلك بالنسبة لامارج جوش من بعد ما يدهر عدنا هاد السهم الموز دواج واللي صعيب نحصلو عليه بحكم عدنا رموز خورة اللي كتتحكم في خسائس اللي غنتعرفو عليها من بعد كنسحب باش ناخد القياس المناسب لامارج جوش ضبط لامارج من الاغاقل سهل وبسيد لكن هاد الطريقة مدقيقاش بالقدر الكافي ادن القياسات من هاد الشكل كنستعملو الطريقة التانية وكنضبطو لي مارج انطلاقا من لغيبان فكنضبطو على الزر مارج لي كيمكن لنا نختارو ما بين هاد المقاييس اللي تم تحديدها مثلا مارج نورمال مارج أدخوات مارج موين فهاد القائمة كل اختيار عندي عليه معلومات على قيم الهوامش لي كيتميزوا بها في حالة هاد الاختيارات ما نسبتنيش كنضغط هنا في الاسفل على مارج برسوناليزي واللي كتفتح لي من جديد النافذة ميزان باج ليش فينا سابقا لكن هاد المرة كيتظهر بلانج لي مارج بالنسبة لي مارج أوت أو لي مارج باس لابغيتوا تقوموا بطباعة نص ديلكم على ورقة بيداء فكتحتفظوا بهاد القيم اللي عندنا بالنسبة لي جوش فاصلة 5 سنتيمة في لمارج أوت أو لمارج باس كتناسبني بالمقابل غنغير الهوامش اللي عندي على ليمن وعلى ليسر لي خاسنا نعرفو أن الأسطور طوال كتعي القارئ لذلك الأسطور دينا ما خاسهاش تجاوز 12 حتى 14 سنتيمتر على الأكتر لذلك غنضبط النص ديالي بحيط الأسطور ما تجاوز هال القيم وبما أننا استعملنا ورقة بفرما أكت اللي عرضها هو 21 سنتيمتر وبحكم أن الأسطور دينا ما خاسهم جي تجاوزوا 14 سنتيمتر على الأكتر فهذا كيخلي مجموع للمارج دينا على اليمن وعلى اليسر ما كتقلش على 7 سنتيمتر الآن غن ناخد الكل من للمارج جوش أو للمارج دروات 3.5 سنتيمتر هنا لتحت هدنا للمارج درواليور اللي يمكن لنا نضبطو قيمتها ولا بوزيسيون ديالها هاد الميزة كنحتاجوها فقط في النصوص طوال ولي كنحتاجو نضيفو لهم هاد المارج درواليور عموماً دي مارج متسويين كيخليو النص ديالنا فتوازون لكن كذلك دي مارج مختلفين كيعتو أن ديلميز من النص ديالنا لذلك على حسب النص ديالنا كنختارو للمارج اللي غنطبقو شكرا